أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم النهاردة مطبخنا مطبخ صحي والصحة تاج عروس الأصحاء والوقاية خير من العلاج يعني الكلام ده بين ترجمه لعملي لازم نجيب المآدير اللي عندنا والماتيريال بتاعنا والمشترايات بتاعتنا نقدر نحول الأكلة بتاعتنا بنسبة تقريبا تعدد 80-90% صحية زي مثلا النهاردة طاج الفصولية باللحمة هتجي تقول اللحمة فقا نسبة دهون يلزم علينا برضو حتى لو عاملين أكل صحي في الجسم محتاج لدهون ودهون لها فوائدها طبعا ولها كمالغزاية بتاعتها فخلينا نشوف نعمل زي طاج الفصولية بطريقة صحية لطيفة وجميلة والأفراد والأسرة كلها تقدر تتقبله والكبير والصغير يكل منه معنا خرشوف النهاردة هنعمله بالزيت والتوم يعني نقدر نقدمه برضو لحضراتكم بطريقة صحية والخرشوف كمالغزاية عالية جدا مفيد للكبد مفيد للجهاز الهضمي بينشط الجهاز الهضمي له فوائد عديدة والخرشوف دايما بيكون متواجد في أيام الشتاء فهو معنا النهاردة وفيه طبعا هيزهر له تاني الخرشوف الطازة ممكن نجيبه برضو ونستخدمه بأكتر من الفكرة الحلو بتاع النهاردة للأمانة بسيط وسهل عايز اعمل القوزي التفاح التفاح الأخضر والأحمر فوائده كتيرة احنا الأولاد مش بيحبوا يأكلوه متواجد دايما مع الفروض صلاة عايزين نغير الفكرة بتاعه النهاردة ونعمله قوزي كده محش طبعا التفاح مع قرفة مع مكسرات بطريقة جديدة أنا مش عايز تقول حضراتكم لأن الأكل بتاعنا أكل صحة النهاردة والمقادير بتاعتنا والماتيريال بتاعنا بسيط وسهل في أي بيت ولكن الفكر الطهوي والخبرة الطهوية هي اللي بتنفرض نفسها هنا وبنقدمها بشكل مختلف فخلنا ناخد بعدين وطلع فاصل صغير أو أتروحوا بقيت ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد تعالوا مع بعض تشوف مقادير طاجن الفسولية الخضرة والشتاب ييجي بالخير بتاعه فسولية الخضرة بتلاقي في السوق بتلاقي الخضروات كتيرة بصراحة الفسولة الخضرة تتاكل نية ممكن نعملها سلطة ممكن نعملها طاجن مع اللحمة زي ما انت حبتدي عملها مع رز حسب الرغبة معانا لحمة كاندوز الدسامة تقريبا بنسبة 20% معانا فاصلية خضرة ومعانا بصل ومعانا توم وشوية بوهرات حلوين يتصدرهم الكمون الكمون مع الفاصلية الخضرة برضو عشان الخضروات دي بتحتاجنا شوية كمون عشان مشاكل الكلون تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بصلايا بنقطعها شريح بالشكل ده كده الفكر بتقطيع الخضار أو انك تقطعها الفاصلية باي شكل انت عايزاه ده اختيارك ممكن تخليها سليمة زمائية ممكن تقطعها كريهات صغيرة مربعات يعني زي ما انت عايزة معانا ترس على النار بتسخن بنحط معلقة سمنة او معلقة زيت صغيرة هنبعد عن الدهون شفت ازاي مفاتيح الاكل الصحي في ايدك انتي اه بصلايا وزيت زيتون ممكن نعملها بالسمنة ممكن بس اكلنا النهاردة اكل صح اه بصلايا الحلوة دي كده حلوة معانا اللحم بتاعنا حتي تلحمة حلوة زي دي كده متقطع مكعبات وسط الجزار قلوله عايزة حتي تلحمة تتقطع مكعبات شيل اللي الدهون منها يا حج ربنا يا وعدك بزيارة النبي اه يوم يهتم بالقطعية نقلب اللحم مع البصل بالشكل ده كده الله اه اول ما اللحمة بتتصدم بالصدمة النارية عالنار لونها بيتغير ده الطبيعي وعايزة تعرف الحتة اللحمة بتاعت اختازة وحلوة ازاي ما تحطيش عليها بهارات الا بعد ما تاخد الصدمة النارية تشم ريحة البخار بتاعها اه الله حلوة او لابدأ نحط الميا نتخليها تستوي عشان عايز شوط شربة حلوين بسم الله الرحمن الرحيم بس خلاص دي اول خطوة خلي اللحمة دي تستوي كده هيددنا شوية شربة الشربة دي ممكن نستخدمها في حاجات كتيرة نعمل شربة طماطم شربة عاتس زي ما انت عايزة هنغطيها من غير اي بهارات ومن غير اي حاجة خالص وناخد الفصيلة الخضرة بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده نبص عليها اهي بتلايها عند بتاع الخضار دلوقتي جاهزة بتقم معيها بتشيل الخيط اللي هو بيبقى فيها ده اطعها بالشكل ده كده دي من الاكلات المصرية الحلوة اخوانا في آآ الشام لبنان وسوريا بيعملوها سلطة بالتوم وزيت الزيتون بتبقى حلوة نوع من انواع المقبلات على فكرة بتقعد عندك يوم واثنين وثلاثة تاكل منها زي بنتعامل مع السبانخ او الهندباء بالشكل ده كده شكلها يفرح بالامانة يعني اه هتلاقي دايما الاولاد مش بيحبوها ما عرفش ليه بس انت تتداري تحبيب بولادك فيها يعني تعمل ايه بقى اسلوقها زي ما هي كده سليمة هقولك على فكرة حلوة يعني الاطفال بالذات اسلوقها زي ما هي كده حلوة وبعد ما تسلوقها هتبقى طريق بس عايزة ان نحافز على الخضار ده نعمل ايه يعني زي عايزة تعمل الفصولية خضرة وتاخد الخضار ده تعمل ايه بتحطي شوية ملح مع المية المغلقية هتلاقي الفصولية الخضرة دي زي الفل معاك خلي بالك دي لما تيجي تسلوقها لازم تحطي ملح على المية وهي بتغلق ليه عم الشيف علشان خضار الفصولية ده يبقى له نضارة ولو خضار الطبيعي بتاعها نفس القصة مع البروكل البعد بيعملها بيلاقاها سودة كده في قلب الطماطم او في الصلطة وبتبقاش لطيفة انا خدت زي ما هي كده الله من خير ارضنا ايه الحلاوة دي عاملة زي البسلة الخضرة تتاكل ناية استغل الشتاء وايام الشتاء في انواع الخضار والحاجات الحلوة في ايام الشتاء تستخدمها كتير تقدر تخزن منها على فكرة تتخزن ازاي دي عم الشيفة جات المناسبة نتكلم عن تخزيط الخضار الزاي ده بتجيبيها بتسلوها في حمام مية او في حمام بخار بتجيبي مصفة وتحطيها على مية بتغلي وتحط الفصولة الخضرة دي مع رشة ملح اول ما بتلاقيها استود شوية واللونها اخضر بتسيبيها لما تبرد وتعباها في الكياس تخزنيها بس عملية التبريد هنا لازم تتم بسرعة ليه علشان ما تسودش منك ما تقعدش في الفريزر في وقت كبير تنزل ميتها توم تسود فلازم التبريد يكون درجة الحرارة عشرين تحت السفر تقريبا هنخلاها على جنب كده ونخش على اللي بعده معانا الخرشوف هنعمله النهاردة بالزيت والتوم هنشوف نعمله مع بعض ازاي معانا كعب الخرشوف معانا التوم وزيت زيتون طبق حلو برضو ممكن نقدمه طبق السلطات زي ما احنا عايزين وصح مية في المية تقص على النار زي دي كده وعلى فكرة الخرشوف قيمته الغذائية عالية جدا الاطفال بيحبوه طعمه بيبقى طاري ولطيف زي البطاطس على فكرة تقدر تعمليه محش لحمة مفرومة مع جبنة مزارلة بتقدر تعمليه سلطة بتعمليه برضو ياخنى بالطماطم لحطة اللحمة بتستوع النار شفت ازاي يوه ده الله شوية شرب حكاية ننزل بالبهارات بتاعتنا على فكرة ممكن تعملها بالطماطم انا هحط لها شوية طماطم يعني بلاش معجون الطماطم الله يرضى عليك عشان الحموضة ده فلفل اسوي الملح بتاعنا الشكل ده كده الشكل كمون اكلات دي في الريف المصري والسعيد المصري اللي بوجهه له تحية كبيرة من مزبيره شو الطرفة عميلة فصولة الخضراء المسقعة شفت الشربة ازاي الله اسيبها كمان تاخد غلوة ونشوف الاخبار مع الخرشوف بتاعنا ناخد الخرشوف بنقطعه بالشكل ده كده الله ده كعب الخرشوف غير قلب الخرشوف قلب الخرشوف بيبقى وراك كده بيستخدم برضو سلطة خلي بالك كعب ده اللي بيتعمل محشي مع لحمة مفرومة مع جبنة وبشامل وخش النار الفورني يعني ده خرشوف بتقطع بالشكل ده كده ده على فكرة كيس مجمد من اي سوبر ماركت متخزن ومتجمد عادي يعني عشان اعتقد لو لقيت في السوق دي وقت مش هتلاقي الخرشوف ده بالشكل ده كده بناخد فص الطون صغير ناخده على النار الشديدة دي خلي اللحمة هنا بسم الله الرحمة الرحمة تمام وناخد دي هنا مع بعض بتقليبة حلوة يفص التوم ده زيت زيتون وتوم ده صحي بنسبت تسعين في المية تقريبا توم وزيت زيتون مش هستخدم بصل فيها ناخد الخرشوف بتاعنا الحلو ده كده صلطة لطيفة وحلوة جميلة جهاز الهضم بيحبها الخرشوف حنين على المعدة ما بيخدش وقت كبير في الهض خاصة بعد ما بيستوي كويس اهو ثومة بعد ما بيستوي الخرشوف ده كده ونحط له شوية كزبرة خضرة وعصرة لامون بعد ما يطلع من النار اللامون ما بيخشش النار عشان الفيتامين سي اللي موجود فيه الفيتامين سي لما بنخليه في النار بنفلك القيمة الغذائية بتاعته الله اهو توابلنا هنا شوية ملح صغيرين بالشكل ده كده شوية كمون ونقلب خد طعم الخرشوف رشة فلفل اسويت حلوة مطبخك لطيف وجبيل وانتوافة هوت ومش عايزك تستغربي الشي في المغازة بيطلع الطايم بتاع 40 ديئة 45 ديئة بيعمل كزا أكلة القصة كلها في شوية تحضير اللي هو المزنبلاص اللي ممكن انت تعمله معادي يعني الفصولة دي تتأمع من بالليل مثلا قاعدين حابت بتوسح حد يعملها من اللي بيبيعوا الخضار عادي ما فيش اي مشكلة تكساب الوقت قادي اللحمة على النار هنسيب كل حاجة كده على النار والفصولة جاهزة وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير عشان لما بشتغل في الحلو لازم نروأ الدنيا الحلويات بالذات قويين وحلو لازم تروأله الدنيا اذا كان بلانشة اذا كان ايدينا طبعا نتخلص من الجلافزات سكينة مختلفة بلانشة مختلفة كل ده خان ااخد بعضنا فاصل صغير اوه هتروحوا بايه تتابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد عايز اعمل تفاح النهاردة فطاير لطيفة وجميلة اعمله اوزي مقادير اوزي التفاح وده طبعا حصري تفاح اغدر احمر انا جبت اللي اتنين عشان يقولك ليه الاحمر وليه الاخدر احمر واخدر معانا والانواع التفاح اللي موجودة في السوق مفيش اي مشكلة هناخد التفاح الحلو ده كده مع شوية موز مع شوية مكسرات مع معلاتين عسل سود مع العجينة بتاعتنا عبارة عن كوبين من الدي فياخدوا طبعا بيض وزبدة وبنعجن عجينة لطيفة والقرفة بتاعتنا ونشوف نعمله مع بعض ازاي حابب ان انا اعمله النهارده بطريقة جديدة اول حاجة بفرغ التفاح بفرغ التفاح كالعادة انا اعمل اتنين طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين كده وجايب محلول حمضي حطوا علشان ما يغيرش لون التفاح طب افرغ التفاح ازاي عم مش شيف بطريقة سهلة خالص القطعة بجيب التفاحية كده بالشكل ده كده بالسكينة بقى شيل دي براحة مش عايزها ومقورت الكوسة مع علاية انه وزدت اللي زي دي كده تعملي بقى بطيخ تعملي بقى شمام كل الاكساسوارات دي موجودة عند اخواننا بتوع الادوات المنزلية وفرغت التفاح بالشكل ده كده كل ده تغيير لولادك كل ده حاجة حلوة للأولاد مش هتلاقف محل الحلويات قادي التفاحية زي دي كده خلاص جاهزة نعم يا غالي لا مش هيترم طبعا احنا مش بنرمي حاجة بيقولي القلب اللي انت طلعته ده مش هو ده يعني بفلوس معاك حق ده كده خلاص دي مش عايزها بشيل ده كده براحة خالص اوت وتجيب التفاح وانت بتشتريه بتجيب التفاح اللي هو يبقى سليم ويبقى طازة ما يكونش مركون عند الراجل الفكهاني عشان يبقى الغشاء الخارجي ليها او الكفر بتاعها قوي بالشكل ده كده سامع الصوت ده اهو كده دي فورتها كمان واسويها كده حلوه اهو وناخد الاربع تفاحات الحلوين دول نخلهم هنا تمام قلب التفاحة وحلوة التفاحة معانا من الموز صباع موز كده عندك فراولة مافيش مشكلة بناخد الموز ده بنحطه هنا حلوه اوي معانا شوية قرفة معانا شوية مكسرات من جزء الهند شوية زبيب شوية فول سوداني كل ده عم نشيف على فين اهو فيه نار هنا بنقلب كده بنجيب معلقة زبدة او معلقة سمنة اختياري ملاحظة ان انا هنا بدأت الحلة حطيت كل حاجة ممكن استخدمها على النار علشان اكسب وقت معلقة زبدة صغيرة كده تكرملي السكر اللي انا حطه على القرفة بالشكل ده كده تمام ننزل بالفواكه بتاعتنا حلوة بمعلاقة تانية خالص كده نقلب ده ده التفاح اللي انا طلعته من قلب التفاح مع موز عازة تحط فراولة اهلا وسهلا مع شوية زبيب مع شوية جوز الهند مع قرفة الله ايه الحلاوة دي عمش ايه الجمال ده مع عصرة ليمون حلوة كل ده مع بعض حلوة اوي ممكن تحط فانيليا لو بتحب الفانيليا بس خليك مع القرفة حلوة طيام مشيت بالزد هنخلي ده كده عن نارزم اهو وناخد بعضينا ونفرد العجينة الحلوة دي كده دي عجينة مقادرنا مقادرها شفناها مع بعض بنفردها بشوية دي الشكل ده كده ونقطعها على اربع مربعات اربع مربعات واحدة قاعدة كده بسم الله الرحمن الرحيم اهوة كمان فردة بالشكل ده كده بشكل مستطيل حاجة عن نار لحمة بتستيوى على النار خرشوف عن نار انا بعلمك ازاي تنظم وقتك شغالها في الحلو والحاجة عن نار وقفة بتبص عليها من وقته للتاني اهوة عجينة نزبطها كده الله ارقها ممكن على فكرة تعملها بعجينة الملفية اللي موجودة في السمار ماركت انا مش بحبها غالية والله للامانة جيت اجيبها لقيتها سعرها خيالي مش عارف ليه حالو فعملت عجينة على ايدي دي زبدة بيض دي زبدة بيض اه عجينة زي الفل هبدأ قسمها حالو واحنا مع بعض كده واحدة واحدة بشين الاطراف مش عايزها دي السلة بنلعب اهو ده كمان مش عايزه واجه في النص كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو خط مستقيم ونفس الكسة خط مستقيم واحنا وقفين مع بعض ونشيل العجين الزيادة ده مش عايزه حالو وناخد اول تفاح نمركزها وناخد الحشور بتاعنا الجميل الحلو ده كده اهو تفاح موز زبيب جوز الهند فراولة حابة تحطي اهو زي ما هو كده بنغضف طبق تاني اللي كنا شغالين فيه من شوية عشان الحاجة دي تبرد شوية ونحط هنا كده الله للأمانة عايزة حط معلقة عسل سود عسل سود يعني حديد شفت الجو ده كده ها هو ده اهو بايدك يا أختي بايدك يا أمي بايدك يا ست الحبايب تعملي أكل صحي اختراعه حال نقلب كده ونمسك واحدة واحدة كده حالوة الفكرة هتعجبك ها كل واحد ياخد التفاحة بتاعته ويقعد على جميع يمسك تليفونه با يتابع القناة الأولى دي مليانة مليانة دي بتاعتي واجيب العجينة دي كده 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 واشي الأطراف دي كده حالوة وحطها هنا حالوة يا باشي تسلم ايدك كمان واحدة نملاها واحدة واحدة مع بعض واللحمة بتاعتي على النار والخرشوف بيستوى على النار اه حينية اه حاضر عجبتك اللعبة دي اه 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 مليها زي مية كده ونحطها في النص اه هي الوحدة اه كده الزيادات دي اشيلها اه اتمن نقفلها الله ونحطها في الكسرولة هنجيب صفار بيضة ونحط عليه شوية حليب ونبدأ ان احنا ايه نغلفها بالبيض والحليب واندخلها الفرنة استأذن حضراتكم اطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف طاجن الفصولة الخضرة باللحمة شوية خرشوف بالزبدة او بالزيت واللمون ومعانا فطير التفاح او قوز التفاح المحشي ارفة وسكر ومكسرات او اتروحوا بعيد تابقوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركاية الاخيرة عايزها بحبة البركة اهلا وسهلا اشان البركة تخش بيوتنا عايزها بالسمسم اهلا وسهلا او حلوة او زي ما احنا شغالين كده ممكن تحط الحشوة زي ما انت عايزة تجيب عين جمل بقى تجيب مكسرات حط معاها بلوبر انت وجيبك يعني بس انا بديك الفكرة وانت طبقية بطريقتك بتفراغي التفاح بهدو حلو ارفة سكر ممكن تستبدل السكر بعسل اسوط زي ما انا عملت دي حبة البركة انا بحبها دايما على المغبوزات حلو درجة حرط الفرن عند مية وتمانين ادخلها الفرن هو ده الكلام اهو يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم بص عليها شوف الحلاوة قوز التفاح حصري اهو حشواتك زي ما انت عايزة على فكرة برضو معلومة تانية تقدري تحشي التفاح ده رز بالخلطة عادي ما فيش اي مشكلة الحشوة زي ما انت حبها نفس الطريقة بتشيل التفاح بتدخل عليها الرز بسمتي مع لحمة مفرومة مع عرفة تبقى عملت فكرة جديدة بجد يا شيف ينفع الرز مع التفاح طبعا ينفع تعالوا مع بعض تشوف اخبار الخرشوف بتاعنا اللي على النار والفاصولة اخبارها ايه سبناها شوية على النار بتستوي اه طماطم الله فاصولة خضرة ترتبك للمطبخ لازم يكون بنفس الطريقة كل حاجة بتستوي على النار وانت وقف اه فاصولة تنزل هنا كده غالوة والتانية استوي اخدش وقت كبير دي السولة ترامة طازة وخضرة ما بتخدش وقت كبير على النار ها حالوة ونعمة ونقلبهم ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي طبعا هيتين لونها اخضر لان احنا حطين ملح على اللحمة اه حطيت اي اخدار في اي مرأ بتسلقيها لازم تحط الملح الملح اللي هيخلها لك خضرة وزي الفل طاج الفاصولة اهوة تكافي العيلة للامانة يعني والمصدقية دي عدالها كده يعني عايزة شوية رز بالشعرية او رزة بيض او رزة معمر عشان نبوي ايه واطحين مع بعض الخرشوف بتاعنا سلطة لطيفة وجميلة اه طبق خرشوف كيمة الغذائية بتاعته عالية جدا من فوائده حبيب الكبد ينشط الكبد يغز الكبد يحمي الكبد ويخلصه من الدهون مفيد جدا للبشرة يعالج مشاكل الامساك حالو الجرنش بتاعنا زي ما احنا حابين معنا لمون معنا برطقان اختياري زي ما انت عايزة ده طبق سلطة صوريه ودلعيه مش تخساري حاجة ما تقوليش ده اكل صحي وخلاص وانا يقولك ده اكل عيانين يا عم وانا يقولك ده اكل عيانين يا عم وانا فيه طعم او شو في الطعم او فيه البهارات وفيه كل حاجة حلو احنا مش بنعمل الاكل اللي هو ممكن عالصفرة ما يتكلش ونقولك ده عام الرجيم قاسي وانا مالي وده انا عايز اكل لا تاكل الاكل زي ما الفل وهبر والخرشوف زي الفل برتقانة حلوة زي كده في الموسم بتاعه طلعه بقالي يا حلوة باخدها كده شفت بالجرنش ده كده اهو في علاقة بين عصير الحامد ده اللمون ده والبرتقان ده مع الخرشوف دايما انا بجرنش الاكل السلطات بالبرتقان تبقى لطيفة القصة اهو شفت الجو ده كده اهو يفرق الطبق اهو معاكي ولادك بقى لما لوك بتعمل الحاجة الحلوة دي كده مش مكلفين هي كل القصة كيس خرشوف جبته من اي سوبر ماركت اهو زي الفل الخالي البخطان ده كده عايزينه ده الجرنش بتاعنا اهو خضرة دي مطلوبة شفت ازاي اختلف الموضوع اول اهو من قلب التلاجة اهو قلب هنا وشوفها تعالوا نشوفوا مع بعض الفرن اخباره ايه يسلم ايدك يا مغزم اخبار النار ايه نبص على النار اهو فصولة خضرة ايه شفت ازاي واعت انها خضرة لانها مش هيتغير لان المدرسة الطهوية بتقولك ايه بتسلي فصولة بروكلي اي انواع خضرة بتتسلي على النار خضار ستيه ايا كان لازم ياسبقوا مية مغلية وملح طاجن الحلوة بتاعنا اللهم صلى على النبي اهو ممكن ندخلها الفرن ممكن ما ندخلهاش الفرن اختياري نعم يا غالي نبص على الحلويات بص على الحلويات بص على الفرن اه معنا وقت طفاح بتاعنا بيستوي ايه الحلوة دي ايه الجمال ده ايه الاوزي ده اوزي في قلب الفرنة على فكرة ممكن تعملها بمناسبة راس السنة لطيفة وحلوة يعني حفلة ناخد الفصولة دي الله ايه الجمال ده اعمل شايف حتة اللحمة بقى ايه الجزار حبيبنا بنجيب منه كل يوم لحمة طوله عايزة حتة لحمة بيت الكلاوي يا حج ربنا واعدك بزيارة النبي وبيت الكلاوي ده بيخدش وقت كتير في السوا اشتهيت الفصولة الخضرة مع رز بشعرية مش كل يوم بامية بقى اه انا بعشاقها دي خلي بارك بالخاصة لما تكون مستوية بلحمة ضاني اه ناخد البهريس ده كده الفي انا وشيف عدالها للامانة وللمصداقية رز بشعرية اه يعني انا احبها مع رز بشعرية زي مية كده الله لسه ما خلصتش انا بتركها بقى بتاعت المغازي اللي احنا متعودين عليها الطاشة بتاعتها ايه الطاشة بتاعتها عمش شيف كسبرة خضرة وتومة وعصرة ليمون وانا واقف محاضراتكم كده اه وهي في قلب النار هنا الطاسة دي بعملها اكل صحي بحط معلية زيت انما لو اعملها عادي بحط معلية سمنة بلدي معانا فاصي توم حلف على النار كده معاكو سبرة خضرة مفرومة دي الطاشة بتاعت الطاجن بتاعي بتعملي طاجن بطاطس باللحمة بتعملي طاجن فاصولية زي ده باللحمة بحب دايما اعمل طاشة من التومة والكسبرة الخضرة تنجزنا النار لا تخليش التومة تتحمل بتعملي طاشة فتة تحملتي التومة هنا درجات تحمريها وتبقى لونها دهبي دخل على الفتة خليوا توم وطماطم مبشورة كده فتة تخلي لونها براون شوية كده فتح تبقى دخل عليه طاشة ملوخية مع كسبرة نشفة تبقى ملوخية اه بدت التومة تطلع معايا على النار ايه زي الفل اه اه يلا بينا يلا بينا اه شفت اه عايز الكسبرة تبقى خضرة هعمل ايه شفت ركاية اللي بعملها دي يعني بص في اقل من ثانية بمجرد ما حط الملح على التومة بالشكل ده كده وانزل بالكسبرة الخضرة دي كده تقعد معاكي تلات ايام خضرة ربنا يجعلها خضرة اه تفرق ده شيف اه لو ما حطتش ملح كسبرة الخضرة دي تسود منك اه شفت ازاي بكلام؟ هو ده الكلام اه كسبرة لونه اخضر ازاي؟ اه 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 شوية الملوخية بس خلي بالك هنا تعمل الكنترول على الملح اه اخوتي زي ما هي كده عمش شيف يلا بينا الله ايه الجمال والحلوة دي على وش الفصولي اه يقوم بقى ايه جوزك ضيوفك يضربوا المعلاء يطلع الطعم زي الفة هانا وشافة اعملها بالطرقة دي ودعي لي نقدمها بألفة هانا وشافة اه برضو زي ما قلت لحضراتكم دي عايزة شوية ترز بشعرية اه الحلوة اخباره ايه؟ الله هو ده الكلام نبص عليه شفت العجينة حلوة ازاي؟ الله اه طبعا عشان للامانة والمصدقية دي عايزة وقت في الفصول عايزة لها تقريبا مش اقل من عشرين دقيقة هي بتتحمر معانا ايه الجمال ده؟ بدأ بتطلع واحدة واحدة بس خلونا ايه واحنا وقفين كده مع بعض جاي علينا مناسبات حلوة جاي علينا راس السنة واحنا المصريين كل الدول العربية الامانة بديجي يقولك راس السنة انزل حجة هاتي دي كرومي انا ضد الموضوع ده مش هنقوله علشان غالي وعلشان رخيص ولاك مليجي ببتكلمش يا امري ببتكلم لا بفلوس ولا ده غالي ولا ده رخيص بتكلم في انك تحب المطبخ هتعملي حاجة حلوة بقل تكلفة هو ده المدرسة اللي انا شغال عليها لازميته ايه دي كرومي ما هنزل هجيب عايزة الولاد عايزين يأكلوا دي كرومي ومتعودين هنجيب ربع دي كرومي بفاخدة او صدر وهنشتغل عليه بوكي جارني يتجاب وتحط مع معلات عسل معلات قرفة وفلفل اسود والصدر او الورك بتاع دي كرومي او الفاخدة بتاعته تتغلف كويس وتعمل لها مساج وتخش النار تستوي تاخدي البهريز اللي هينزل منها تعملي معايا اما شعرية اما ماكرونا اما فريك حاجة من التلاتة يستويه في نفس البيوني وبعد انت تقدميها مع دي كرومي بتاعك وتبقى لطيفة وجميلة مع بطاطس بوريه مع شوية حلويات زي اللي انا عاملهم دولة صنية بزبوسة صنية كنافة وكذا انما هنزل اشتري دي كرومي بشيل فلاني وخمسة كيلو وتمانية كيلو طبعا الموضوع مش لطيف وانا ضده تماما وبإذن الله تعالى كالعادة هنشوف مفاجآت بإذن الله تعالى في رأس السنة مع بعض بقى أقل تكلفة ممكنة خلونا نطلع الحلوة بتاعنا عشان مخرجنا بيقول لي وقتك خلص بس لازم تحط في الاعتبار ان ده لسه عايش شوية عن نار عشان المصدقية اللي احنا متعودين عليها من الشيف المغازي بالشكل ده كده ده القوز التفاح جواها تفاح ومحشية تفاح ومحشية حب اعمالي الحلو ده لولادك معنا خرشوف مفيد جدا وكبتل غزاية عالية جدا طاجن الفاصولية بالطشة والاكل النهاردة اكل صحي والصحة تجعل وصل الصحة والوقاية خيرون من العلاج رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم عشيشة القناة الاولى والفضاية المصرية من ماس بيرو موسيقى موسيقى موسيقى